مرحبا بكم مستمعين الكرام معكم اميرا لوبيري على موجة اذاعة فيواء افم كما عودناكم في كل حساب نكتشف نجم نجوم افريقيا او نمط موسيقي معروف اليوم نحكيه على نجم افريقي نجم تونسي اللي هو الهيديجويني وكيد لكم التشوقين تعرفوا اكثر حياة الفنان الملاحن الهيديجويني اللي اخترنا بشحكيه عليه وعلى الحانه الموسيقية تولد الهيديجويني في غرة نوفمبر 1909 وتوفى سنة 1990 هو اصيل منطقة بيب جديد بدي دراسته في الكتاب حيسيدي المشرف منطقة الحجمين بالمدينة العتيقة في تونس وين التعلم ما تيسر من القرآن الكريم منتقل الى المدرسة مندرسة بيب جديد ثم بفرع مدرسة الصادقية وكان يتعلم في الوقت نفسه اللي عاصف على قيلة العود تعلم الترقيم الموسيقي من عازف الفيرونسيل الإيطالي المعروف بونورا وحفظ لغاني القديمة لمشاهير الفنانين العرب ثم التحق بمعهد فرنسي للموسيقى واخدم فيه معلم لإلة العود لتلاميذ المبتدئين التفت إسرى ذلك الى الشعر الاصيل ودرس نغامات تونسية سعيا منه للنهوذ بفن والموسيقى الأغنية التونسية فانضم إلى جماعة تحت الصور المعروفة واللي تضم نخبة من المثقفين والأدباء والموسيقين اللي يخذيوا على عتقهم مسؤولية الارتقاء بالفن والشعر الغنائي التونسي لحن الهيدي جويني اللي رويت جماعة تحت الصور منهم عبد الرزيق كربيكا الهيدي العبيدي مصطفى خريف محمد العريبي محمود بورقيبة ثم انضم إلى جمعية الرشيدية اللي تعلم منها الأنغام الأندلوسية الأصيلة امتازة أغاني الهيدي جويني بالبساطة وخفة الروح منها شريحة بيتك اللي أديها فيديو مع المطربة شيفية رشدي وأعطب بالهيدي العديد من الأغاني لعدة مطربين توينسا منهم ديو شريحة بيتك اللي غنيها المطرب محمد لوبيري وموني راسم في ديسمبر 1977 وتعارفت بصوت الفن المطرب محمد لوبيري بتوزيع جديد قام بيه رئيس مصلحة الموسيقى محمد القرفي وأعاد تهذيب كلمتها الهيدي جويني ووقع بث في منواع التوب الوطنية يعتبر الهيدي جويني مبدع تونسي الوحيد دون منازع اللي يتطور نمطية الفلامينكو الإرث العربي الإسباني فساغه في مقام النهواند ومقام الكردي مع الحفاظ على إيقاعاته الموزونة مع رانين السنوج اللي هي إيقاعية إسبانية وقد وفرت الهيدي جويني تلك الملكة الإبداعية بفضل البيئة اللي ترعرع فيها وفي ظلها منذ ويلاته بحي بطحاسي دي المشرف وينحفظ بالمدلسة القرآنية متى يسر وكانت تلك الساحة تقع في حي المركاظ اللي كانت تقنطه الجائلية الإسبانية باعتبار أن المركاظ هو مصطلح إسباني تحرف في التداول اليومي فتحول من مكاردس إلى مركاظ أي السوق ولما أخفق الهيدي جويني في نايل الشهادة الإبتدائية بالفرع الصادقي دخلوا ويلدو عبد السلام بن حسين دكان صديقه وين أتقن حرفة صناعة الفضة اللي كان يصنع من مادتها أدوات الزينة والقيافة كما المشط الفضي علب التجميل واللي كان تعنصر أساسي من معدات جهاز العروسة وكان الهيدي جويني تبع إثر عمله الحيرة في فساغة والمجوهرات السهارات اللي كانت تقام في الكافي شانتا واللي تحييها الجيلة الإسبانية وخاصة لغجريات اللي الفتنات في رقصهن الموقع بالأقدام على الأرض ورنين السنوج اللي ذكرناها اللي هي الإقاعية موصولة بأصابعهن واللي تعرف بالسرينادة في حي المركاظ اللي يصل حي البيب جديد بحي راس الدرب وبالتالي كان الجويني يتردد على تلك السهارات حتى تأثر بالفلامينكو اللي ينحدر جذوره من الحضارة العربية الإسبانية فمصطلح فلامينكو هو اختصال المصطلح العربي فلا منكم أي فلا حرمنا منكم مع ما سيرت الملحن الهيدي الجويني في مجال المسرح انخرطت الهيدي الجويني في عدة جمعيات مسرحية كما المستقبل التمثيلي للمرحوم لبشير متهني وكوكب التمثيلي للمرحوم محمد الحبيب والفرقة البلدية اللي انبعثها على يدي المسرحي المصري زكي تلايميت لحن جويني عدة مسرحيات غينائية كما مجنون ليلى لإبراهيم القباني وكان قد لحنها الشيخ سلامة حجازي اللي زار تونس في مارس 1914 فطلب المتهني من جويني تونستها وقد قسم بطولتها شحرور الخضراء يوسف التميمي وفتحية خيري ولحن جويني مسرحية بين نومين تأليف علي الدعاجي وإخراج عبد المجيد اللاكحل تقديم الفرقة البلدية بكامل عناصرها منهم الهيدي سمليلي ونرجة سعطية صالح الرحموني محمد مسلمين ومسرحية عائشة عائشة القادرة تأليف عبد الرزاق كربيكا وبطولة شافيا رشدي أما في مجال السينما فقد مثل جويني عدة أفلام لعل أبرزها شريط الباب السابع اللي كتبوا اللي كتب حواره نور الدين بن محمود ثاني مدير للإذاعة التونسية وفيلم المجنون وفيلم كتاب القدر سنة 1952 أما رحلته الفنية فكانت كثيرة زهر عدة بلدين منها خاصة فرنسا والجزائر وينخدم في دار الأوبيرا بوهران والعاصمة الجزائرية ومثل بعض الأفلام في القطر المغربي الشقيق سنة 1947 أبدع الهيدي جويني في عدة مجالات فنية في الغناء والتلحين وبرع في العزف ولمع نجمه ممثلا وعازفا ومطربا في عدة أفلام سينمائية فضلا عن إسهمه في تطوير المسرح الغنائي والسينما إبداعا وإمتاعا وإشعاعا فالعجب بأن يحظى الفنية الهيدي جويني بتكريم جدير بما قامه في مهرجين قرطاج الدولي سنة 1987 لكنه توفي دون أن يحقق أمنيته في أن تتكرم سيدة الغناء العربي سيدة أمكة الثوم بأن تؤدي لهم موشع موشح أعطفي عدل قوامك رغم تدخل الموسيقار زكريا أحمد ورفيق دربوا بيرم التونسي ألفوا لحن لهيدي جويني العديد من الأغاني اللي لقت شهرة واسعة في تونس وفي العالم العربي ومن بينها تحت لي اسمينا في الليل خلخال بورا تلين لو كان مش أن الصبر يدفي ناري هذي غنية جديدة دور العتاب اللي هو دور الوحيد لهيدي جويني عليك نغني حبي يتبدل يتجدد وبالعديد والعديد من الأغاني الأخرى اللي طول تسميتها وتوى وصلنا إلى ختم حلقتنا كانت معاكم أميرة لوبيلي في برنامج أفروميوزك على موجات إذاعة فيوا إثم برنامج إن شاء الله يتواصل كل هار سنين من نصنها للماضي ساعة على موجات إذاعة فيوا إثم